طبعا المخزون الموضوع موضوع وقت مسألة وقت لأنه احنا الآن في صدد المشاريع اللي تم توقع إنجازها خلال الفترات الماضية الأربعة ثلاثة الماضية لكن مع التأخيرات اللي حصلت مع كوفيد ناينتين حصل هناك بعض التأخير في بعض المشاريع الرئيسية السكنية وهذا اللي الآن بدأنا نحن نلاحظ بدأت تسليم الوحدات وأكبر دليل زي ما تفضلت قبل شوية وذكرنا أنه في المعاونة السكنية في ارتفاع الأسعار السكنية ما زالت في ارتفاع ولم تتأثر بشكل كبير خصوصا في مدينة الرياض حتى من خلال 2019 فخلال الفترة المقبل إن شاء الله الربعين المقبلين راح نراحظ الإقبال الكبير من المشاريع السكنية على مدينة الرياض طيب هناك عاملين مهمين يعني قد يكون لهم أثر على أحجام التدولات وعلى أسعارها العامل الأول هو ترقب البعض للوحدات الجديدة وهي بطبيعة الحال ستكون ذات جودة أفضل من المخزون الحالي أو المعروض الحالي الأقدم والعامل الآخر هو ترقب أيضا الناس لاستمرار تراجع أسعار الفائدة حتى تكون كلفة القروض العقارية أقل هل لحظتم أثر لهذين العاملين في التخفيف من وطيرة نمو الأحجام التعاملات أو وطيرة نمو الأسعار في مدينة الرياض مؤخرا؟ كيد أستاذي هذولا هم العاملين الرئيسيين داخل سوق السكني العقاري في مدينة الرياض لأنه احنا كنا ملاحظين خلال الفترات الماضية وهذا شيء ممكن يطبق على المدنة الرئيسية في المملكة كمان بالإضافة للرياض لأنه احنا لاحظنا أنه خلال السنة الماضية والسنة اللي قبلها كان هناك فيه إقبال ضعيف على الوحدات السكنية أو شراءها لأنه أغلب المشترين المحتملين داخل السوق العقاري السكني كانوا متوقعين أو ينتظروا اللي هو قدوم المخدون الجديد السكني إلى مدينة الرياض وهذا الشيء اللي بدأنا نلاحظه خلال الربع السنوي هذا والربع السنوي الماضي من الزيادة الموجودة في التعاملات السكنية بالإضافة للعامل الثاني اللي حضرتك ذكرته اللي هو سعر الفائدة واللي راح يسبب نوع من الزيادة في الإقبال داخل السوق بما أنه صارت هناك ممكنات مالية أفضل من داخل المؤسسات المصرفية فيما يخص القروض السكنية أخيراً بالنسبة لجدة بحسب تقريركم على مدار الاثنى عشر شهر إلى نهاية يونيو الماضي كان هناك بعض التراجع في الأسعار للعقارات السكنية في مدينة جدة ما الأسباب؟ طبعاً لما نجي نطالع في الشرائح تبع الوحدات السكنية نلاحظ هذا الشيء موجود خصوصاً فيما يخص الشقق السكنية لأن مدينة جدة لما نطالع على المخدون المتاح من الشقق السكنية في مدينة جدة عددها جداً كبير خصوصاً بعد المشاريع اللي تمت في وسط جدة خصوصاً مناطق مثل المروة المناطق اللي قريبة من مطار الدولي لاحظنا أنه هناك تمت إضافة وحدات سكنية عديدة مما سبب تشبع في السوق إلى نوع ما فيما يخص الشقق السكنية وفي البلل نحن بانتظار المشاريع اللي بتتم في شمال جدة وزي ما لاحظنا خلال الأسبوع الماضي عادت إطلاق برج جدة وعندنا المشاريع الجديدة اللي راح تنضاف مثل القدية مثل Red Sea Global اللي راح تضيف رونق جديد للبلل السكنية خصوصاً في شمال جدة اشتركوا في القناة